تراهن ميليشيا الحوثي على عامل الوقت لإفشال مخطط اقتحام الحديدة وتعزيز قدراتها العسكرية لكن الشرعية تؤكد أن هذا الرهان خاسر فعملية تحرير الحديدة في نظر وزير الخارجية خالد اليماني ليست بالصعبة إلا أن خيار مد يد السلام ما يزال في المقدمة من نسبة للشرعية لكننا أعطينا فسحة من الوقت لقهود سيد المبعوث الخاص للأمين العام لإنقاح مبادرته حول الحديدة ونتقوم على مبدأ الانسحاب غير المشروط للميليشيا الحوثية وإحلال قوات من وزارة الداخلية اليمنية مبادرة المبعوث الوممي مارتن غريث لاقت تعنت الميليشيا الانقلابية وفق تصريحات صحفية لليماني في أبوظبي الذي أكد أن مارتن أخذ وقته الكافي للتواصل مع الطرف الانقلابي دون إحراز نتائج حقيقية يقول اليماني إن انتظار نتائج المبعوث الوممي لن يستمر طويلا ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام عن اليماني تحذيره من أن عدم انسحاب الحوثيين سيجعل خيار إنجاز مهمة التحرير واردة ليس فقط للحديدة بل وحتى صنعاء ينبغي أن يعود إلينا السيد مارتن غريث بنتائج محددة لمعرفة هل يمكن أن تؤتي قوده نتائج طيبة في إرغام الطرف الانقلابي للانسحاب من الساحة الغربي ما لم فأنا لدى الحكومة الشرعية والتحالف كل الخيارات المفتوحة وتحت غطاء القالون الدولي وبمباركة من المجتمع الدولي من أجل إنجاز المهمة حتى التحرير الكامل لأراضينا كانت الحكومة قد قدمت انبادرتها الخاصة من ثلاث نقاط تتضمن انسحابا كاملا لميليشيا الحوثي من الساحل الغربي ومدينة وميناء الحديدة وإحلال قوات تابعة لوزارة الداخلية مكانها وتحويل موارد ميناء الحديدة إلى البنك المركزي بالإضافة إلى السماح لمراقبين من الأمم المتحدة للمساعدة في تحسين أداء الموانئ وعلى ما يبدو فإن ميليشيا الحوثي ليست وحدها من تراهن على الوقت فالأمم المتحدة تعتمد على الوقت أيضا في تحقيق مفاوضات قادمة ربما تنعقد بعد عيد الأضحى بحسب تصريحات المبعوث الأممي في الرياضة لوجهاء من صعدة لكن المؤشرات اليمنية تشير إلى أن السلام والحرب في اليمن يواجهان تعقيدات كثيرة إلا أن السلام يبدو أكثر تعقيدا من الحرب